ومرة واحدة لقيت ناريم زقتني وقعت في المياه وكايت ساعة متلجة وهي وقفة عمالة تضحك علي قمت من مكاني بسرع وطلع تجري وراه وربنا ما نسايبك يا ناريم طب خلاص خلاص والله انا اسفة وحيت عيالك يا شيخ والله لو حلفتني بمين هنفخك يا ناريم وبعد كده ناريم فضلت تطلع تجري وهي عمالة تضحك وصوتها جايب البيت كله وهو عمال يجري وراها ومستحلف لها مئة يمين ان هو مش هيسبها في حالها وبالطريقة دي بدأت حياتهم الزوجية بسعادة وفرح بس يا طرعة تكمل ناريم مصممة ان هي لازم تنفذ خطتها اللي هتخلي عقله يتير وتاني يوم الصبح اول ما صحت من نومي رحت على قوضة عمر عمر نام في قوضة وانا نمت في قوضة تانية وكنت مسكة صندوق صغير في ايدي وبيتمشى بتسحب على طراطف صابعي عشان ما يحسش بيا ولا يسمع خطوات رجلي وبعد كده سبت الصندوق في الارض وفتحته واتلعت اجري على برة وفضلت وافق قدام البيت بتصنت على عمر ولا كأن عملت اي حاجة وكل شاماتة وفرحة فيه كنت نقام ورايح في النوم وبيتحسس كأني في رجلي صغيرة عمالة تمشي على جسمي لا لا انا اكيد بحلم سواني بس بحلم بحلم ازاي امال ايه الاحساس اللي انا حاسه ده واول ما فتحت عيني لقيت فار واقف على رقابتي وعمال يبصلي بعيونه الحامرة قمت بالمكاني واتنفطت فار فار يا نهار في حلوقي فار كنت واقفر الباب وانا هاموت على نفسي من الضحك وبحاول على قد ما قدر اني ما طلعش اي صوت هو انت لسه شفت حاجة يا مراميرو دلتقل جاي كنت واقف ومرعوب منه وعمال اهش فيه بالحزام وهو ما فيش فايدة اوه يا ابن الكلبة هيبعد عني بتجري ورايا ليه هيبعد عني بقت سامعة كده وهموت على نفسي من الضحك لقيت الفار نطي ناحيتي رحت نطيت بسرعة على السرير ما تقربش مني او عتقرب مني يا خزر انت والله هاموتك كنت خلاص على اخر ومش قادر استحمل اكتر من كده هو من كتر الضحك رحت وقع على الارض والباب تفتح اول ما عمر ما شافني عارف اللي انا كنت بهذر معا مش اكتر لقيته بص لحت تبصة والشرار قم بتقق من عينيه طب وربي ما انا سايبك انا ريم هو اول ما لقيته بقرب مني رحت وقمت بسرعة وطلعت اجري وهو طلع يجري ورايا صباح الخير يا معزباني يا طرم صحياني بدري وجايباني على ملا وشي ليه انا مخنوة قوي قاسر هو مش لاي اي حد اتكلم معاه لقيت جدا عليها نبرد صوتها وشكلها ما يطمنش بالخير ابدا مسكت ايديها وقلت لها ايه مالك انت تعبنة استغربت جدا من رد فعله خوف الزايد علي استحبت ايدي ببطء وقلت له ما تقلقش انا كويسة انا بس حاسة ان البيت فاضي علي انا مبرح ما نمتش طول الليل خايفة قوي بجد ما كنتش عارف اني ناريم مصدر اماني الدرجة دي بالنسبة ليا خلاص يا ستي اعتبريني ناريم وجبات عندكم ارتبكت وكسفت جدا وبعد كده قلت له اتلم خلاص خلاص ايدي يا ستي ما كانتش كلمة يعني ناريمان بايت قاعدة ومكسوفة جدا وانا بايت مش عارفة نزل عيني من عليها ببصرها بكل عشق وحب انا فعلا حبتها قوي ومستعد ان انا اعمل اي حاجة علشان خاطرها يعني ايها يعني ايها اتجوزوا ايه دي شوية يا شاهي اكيد في حل انا مش هسيبه متهنه ابدا هفضل وراءهم لحد ما اخلص منهم هما الاتنين هوي انا هي ناريم على الارض كنت في صالة الرياضة اللي في الفيلا بتاعتي وعملت مرا بس عقلي كله كان مع ناريم خطفتلي قلبه وعقلي بيت على طول بفكر فيها بتعذب كل ما بشوف ملامحها الجميلة دي وشقوتها وجنونها انا مش عارف لحد امتى هنفضل اصدقائه بس كنت عملة دور على العمر في الفيلا لحد ما لقيته لقيته بيتمرن في صالة الرياضة وكان ميديني ظهره بيت وقفه وعملت امل فيه انا اعترفت النفس قبل كده ان انا بحبه هو نفسي او ان انا اعترف له وكمان خايفة او ان انا اقوله كده ويطلع هو ما بيحبنيش انا مش بحب عمر بس لا انا بعشقه هو بعد كده فوقتي بنسرحاني لما لقيت عمر قاعد وطول او في عدته خفت لا يكن تعبانه ولا في حاجة رحت بسرعة عليه عمر يا عمر انت كويس بيت مستغرب لخضتها الغريبة والغير مبررة فقلت لعبها زي مهامها بتلعبني هو انت لسه شفت حاجة يا ناريم اوه انا مش كويسة ناريم انا تعبان قوي اترعبت اول ما لقيت عمر بالمنظر ده هو بيتحسن قلبي هيقف طب حسس بايه وبعد كده لقيت جسمه ترامع علي رحت مسكب سرعة بلميوه على الارض انا بموت بموت يا ناريم خلي بالك من نفسك قال لي كده هو بيغمض عينه عمر لقي يا عمر اقومي يا عمر وخليك معايا افتحينك هيك اتعملت عاية وتقول لي كده وانا بحاولة منع الدحكة بالعافية عشان ما تكشفش او بعد كده لقيت وقفت في مكانة وفضلت تتنلطقت وتصرخ بصوت عالي ما قدرتش استحمل اكتر من كده رحت انفجرت من الدحك يعني انت لسه عايش وكمان عملت اضحك يعني كنت بتخدعني عرفت يا نوية على ايه رحت قمت بمكاني بسرعة ومسكتها من ايديها هيكده واحد واحد يا اندومي اتغسط منه جدا بقى كده يا عمر بتلعب بمشاعري ما انت مش عارف ان انا كان ممكن قلبه يقف بسببها غادي ما يعرفش هو قده مهم بالنسبة لي وبعد كده حاولت ان انا بقين قدامه ان انا قبلتي هزاره هو ان انا ما قلقتش ولا حاجة تمام يا عمر طب والله لا هوريك اما خلتك ما تعرفش تنام ما بقاش انا نريم قلت له كده وسبت ومشيت وانا كل غيز وعدى اليوم وتاني يوم الصبح قمت من النوم خرجت من القضة بتاعتي وروحت على قضة عمر وابدلت قاعد على السرير عمالة بصله ومستني ايه يسحه وكمان بفتحاني من النوم اللي اتقعد على طرف السرير وعمالة تبصلي بعيون كلها محبة وبابتسامة واللي ابتسامة على وشها اللي اقراضي اللي اتنفسي بابتسم ليها وبعد كده قمت وعدت جنبها وقلت لها صباح الخير يا نرانيرو يا صباح الحلويات صباح السكر يا مراميرو يلا بقى قم خد الشوار بتاعك عشان نخرج وهنروح فين اي حتة بس هنجز بقى قمت بمكاني وانا رايح على الحمام وقلت لها اشتا بس لحضري الهدون بقى بل مخرج اشتا يا باشا دخلت عشان اخد الشوار بتاعي وانا مستغرب من الرقة بتاعتها مش طبيعي ناريم يعني استنيت عشر دقيق مره واتسحبت بالروحة وروحت نحي باب الحمام اتصنط عليه سمعت صوت المياه هو كان عمالي دندن ويغني فدلت اضحك على عمر او بعد كده استنيت دقيق كمان وروحت على القوضة اللي فهت تحكم بالمياه بسيت على المحبس بكل شر وروحت قفل المياه عليه ايوة بقى اما نشوف يا بتاع المقالب وبعد كده طلعت اجرب سرعة البرق وطلعت على القوضة وسمعته هو عمالي نازي علي ناريم يا ناريم اه اه يا عناي اه ايه يا عمر بتنازي علي ليه المياه قطعت والشامبو دخل في عناي شوفي لي مياه في الحمام عندك او تحت حتى سندت على باب الحمام بكل غرور وقلت له اتحيل علي شوية مطي الله بقى يا ناريم وحيت ابوك بسرعة عنايه ولاعي خلاص حاضر هو انت هتعيط قلت له كده انا باتحكه بعد كده جفن لفكرة رحت على المطبخ وفتحت التلاجة وجبتي ازازة مياه بس انما ايه سقعم تلاجة وروحت له بسرعة يا عمر انا جبت المياه طب استني استنيت شوية لحد ما سمحلي ان انا هدخل او بعد كده دخلت لقيت وقفه قدام الحود وشعر ووشه متغرقين بالصابون فدلت عملت حك عليه جامد وهو كان متضايق مني وشايت على الاخر يوه ما تنجزي بقى طب خلاص خلاص وطي رأسك طيب عشان اتقولك او بعد كده عمر وطلي رأسه وانا مسكت الازازة عشان اضلقله بصتلي الازازة بكل شر وابتسمت وبعد كده روح تفتح الازازة ونزلت عليه المية المتلجة فقراصه بقى عمالي صوت واتنطط اوه اه ده اه ده بعد عني وعن المية وبقى عمالي دور بعني المقفلة دي على اي فوت عشان يمسح فيها وشه لكن انا بقى كنت وقفة وهاموت على نفس من الدحك وبعد كده عد وقت طويل من اليوم وكنت قاعدة بتفرج عن مسلسل التركي بتاعي اللي انا بقى موت فيه والبطلة كانت قاعدة وعملت عاية وانا كنت منسجة مع الاخر وشوية كده كنت هعاية معاها اوي ما لقيتنا ريم قاعدة ومنسجمة مع مسلسل بتاعها رحت رايح وجايب ازازة ميا من التلاجة واتسحبت بالروحة او على طراطيف صابع عشان ما تحسش بيه ورحت واقف وراها وفتح الازازة وضلقتها فوق دماغها يح يح اه ده وببص ورايا لقيت عمر واقف وفتصع نفسه من الدحك عليها بقيت حاسة ان انا عايز امسكه من رقبته واخنقه رحت مسكة المخدة وحتفتها عليه ماشي يا عمر اما وريتك ما بقاش انا نريمي الالفي بقى واقف عمالي تنطط ويغز فيه رحت حدفته بمخدة تانية ورحت عشاناش شف شعر بقى كده يا عمر ماشي يا عمر عد كذا يوم علينا وحياتنا زي ما هي طول الوقت تضحك ويهزار انا عمل في مقالب وهو نفس الكلام يردهالي واهله جمزة رونا مرتين وكمان نريمان وآسر عمر كان بيتغاز قوي طول ما هو آسر موجوده عمالي اتكلم معي وانا بتحك معاه واول ما كان آسر ما بيمشي من هنا كان اكلنا عنده فرح وفي يوم من الايام كنت داعات سهران انا ونريم كانت مشغالة فيلم كارتون من اختيارها بس هي عارفة ان احنا الاثنين بنحبه وكان الجو بارد قوي كنا احنا الاثنين عاديين جنب بعضه وبناكل فشار وبنتحك ومبسوطين وبعد كده انا بتبصص لها وعملها تأمل في ملامحها الجميلة لكن هي مكتش وغضى بالها مني بقيت حاسس ان انا خلاص مش قادر اخبي حب ليها اكتر من كده ولازم عرف مشاعرها تجاهي هي كمان بتحبني ولا لأ كنت لسه حطت ايدي على شعارها علشان تبصلي وتنتبه لي بس الموبايل بتاعها ران وقطع علي اهم لحظة في حياتي اول ما بصت في الموبايل وشفت اسم اللي بتتصل ابتسمت بكل شر وخبص ايوة طارق ازايك اخبرك ايه ايه دا اهل خلى الحيوان دا يتصل بيها بقيت بص صلاب كل غزوة عملة تتحك بصوت عالي وتقوله ايوة طبعا جاية مدام انت موجود هي قالت كده وانا مقدرتش اتملك عصابي اكتر من كده قمت بالمكان روح تمسك الموبايل بتاعها وروح تحطفه على الارض نزل متفاش في شميت حتة اتفزعت من رد فعله وبصتله بصدمة واتفزعت اكتر لما شفت ملامحه وشه كم حمر قوي ويعنيك بالطق شرار وكأنه هيحرقني ولقيت وقرب مني ومسك ايدي جامد وقاللي الحيوان دا بيتصل بكي لايه يا لهو يا لهو يا لهو هتموت يا نيرو يا صغير عالموت يا نيرو والحد هنا بتكون خلصت حلقتنا استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل كسة جديدة ترجمة نانسي قنقر